بسم الله والحمد لله وصلاة ربي وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم والمشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في بيت القصيد وتكلم الليلة عن توثيق المديح نعرف أنك عندما تنقل معلومة لزول من مصدر معين من القرآن ومن كتب السيرة ومن مصنفات العلماء في موضوعات السيرة بصورة عامة تكون عندك مصداقية بعدين نحن عندنا السند من الدين يعني لأن الكلام لما تعنعنه خلاص المتلقذة بيكون مطمئن لأن الكلام ديائي من جهة موثوق بها وما هو موضوع ولا هو تأليف ولا هو قطع من رأس الناس والتميم من المداحة العلماء ومن أكثر الناس الذين وقفوا عند المصادر التي استقوا منها مادتهم لذلك بنقل في مديحه إشارة إلى كثير من المصادر نحن نسمع واحدة من مديحه حرم العالي في البنيان لعلي بكري والمجموعة ثم نواصل التفصيل إن شاء الله حرم العالي في البنيان قلبي آساري في الشعبان نذوره والعظة والرحمن قام الله وانتخب غلمان مثل الشمعة يات من كان نذوره والعظة والرحمن نابس جبه فوق قبطان وماسك بيده طبل الزهان نذوره والعظة والرحمن حرم العالي في البنيان قوم يا ساري في الشعبان نذوره والعظة والرحمن أقاموا الناس لهم ديواء وطلوا رلح والعسنان نذوره والعظة والرحمن صاروا يخو كالغربان بكوا وهبلوا العشقان نذوره والعظة والرحمن حرم العالي في البنيان قوم يا ساري في الشعبان نذوره والعظة 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 يا كريم بالفراش والزال وفي المال أذهد الزهال نزول العظم الرحمن الحرم والعال في البنيا والقبيا ثاني في شعبان مربوعا يمين يطول وما يركز مهور الزهال العظم الرحمن صديق في الوعد والغول صديق في الوعد والغول وفي الله دائما مشغول للغول العظم الرحمن الحرم والعال في البنيا والقبيا ثاني في شعبان حق شيء من معاجد الخير يا الإخوان عكوف الطير نزول العظم الرحمن الحرم والعال في البنيا والقبيا ثاني في شعبان ساري في شعبان نزول العظم الرحمن نزول العظم الرحمن الحرم العال في البنيا والقبيا ثاني في شعبان نزول العظم الرحمن نزول العظم الرحمن نزول العظم الرحمن نزول العظم الرحمن ها بيشك القمر ليصفي النذول عظم الرحمن الحرم والعالي في البنيا والقبيا سار في شعبا ما يلاح اللي بروق النو ويلاح اللي بروق النو نمع المقلتين قدوا نذول والعظم الرحمن لم تنفوق جمال الحور لم تنفوق جمال الحور لم تنحدى نوقى نحور لم تنحدى نوقى نحور نشاء المائل المساء والضوء والنور العظم حرموا العالي في البنيا والبنيا يا مبوط أبو سوشي وقال لك والتميم صليح والعظم الرحمن يا مبوط أبو سوشي 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 العالي في البنيان قميا سار في شعبان ندره العظم بيت القصيد في هذه المتحة الجميلة التي استمعتم إليها بهذا الأداء الطيب من علي بكري ومجموعته قال مربوعا يميل للطول دائر جسمه منقول طبعا يا أخواني نحن ما قاعدين نلتزم هنا بالضبط الكلام هو كلام عامي فيقول مربوعا يميل للطول وناير جسمه منقول الشاهد عندي في كلمة منقول يعني هذه الصفة التي ذكرها الماذح هي منقولة من الكتب السيرة التي اعتمد عليها بعدين أحيانا نراوي يعني مش يجيب لنا المصدر حقه يعني مرات بشهينا ويرغبنا ويذكر لنا حالة المؤدين لما يتفاعلون مع هذا المذيح زي ما شفتوها قبل شوية الجماعة هذه اللي بتفاعلوا في المذيح والتمين فعلا ذكر حكاية التفاعل دي لما قال الراوي انتخب غلمان مثل الشمعة ياتمن كان وقفتهم كده وقفة عديلة أقاموا الناس لهم بديوان وطنوا يترنحوا الاثنان إذا كانوا اثنين إذا كانوا ثلاثة صاروا يخوك الغربان بكوا وهبلوا العشقان يعني الحركة حقتهم لما هم يؤدوا المذيح ذكرنا المصادر اللي بيستقي منها هذا الرجل مذيح ما نحن قبل قلنا قال صح الراوي للإصلاح وقال لغلامه كون صاحي روح الخلوة شيل مفتاح أصحى وولع المصباح جيب اثنين كتب شراحي يبقن في شمائل صحاحي مقصودي بها الإصلاحي لأمداحي أو مقصودي بها الإصلاحي تلميزي للأمداحي فشوف أرسلوا الخلوة شان يجيب له كتب من كتب صحاحة الأسيرة شان يصلح بها أمداحة والإصلاح يعني هو تغفية المتحة بجزء من مفردات الأسيرة أيضا في واحدة من مداحة يقول آياته نافية لإعتراض ما لكتب منها الشيخ عياض الشيخ عياض هو معروف صاحب الشفى بتعريف حقوق المصادر التي اعتمد عليها هذا المادح وغيره من المادحين يقول فوق المداح بيوصاف مشحونات كتبا صحايح نحن بنقول المداح في الحبيب صلى الله عليه وسلم والكتب مشحونة بصفته صلى الله عليه وسلم في الكتب يطر يا المليح بل أنت مذكور بالمديح والتميم دائما يشير إما إلى الكتب ولا يسميها زي ما سملينا قبل شوية كتاب القاضي عياض مراتهم يعتمدون على كتب السيرة بل يعتمدون على الكتب التي اعتمدت على كتب السيرة عندنا الناس ألفوا الموالد من الموالد المشهورة مولد مثلا برازنجي ولا مولد السيد الختم ولا مولد الشريف يوسف الهندي أو غيره يجعلونها مصادر لأن تلك الموالد اعتمدت على مصادر السنة الأساسية واستقت المعلومات من هذه المصادر فلذلك يجعلونها مصدر معتمد على مصدر فبقول كل حول نضبح كرامة ونقرأ فيه شرف الأنامة شرف الأنامة هذا مولد معروف لشريف العيدروس أحد أشراف اليمن يعني هو من ذكروا هناك ودعبد الملك ناس عيدروس عدن في أباري سرمدن فهو معروف بالنسبة لهم فدأ من ثقافة المادحين إنهم يرجعوا للقرآن يرجعوا للسنة يرجعوا للكتب التي ألفت في ذلك يرجعون حتى للموالد المستقات من هذه الكتب ويعتمدون عليه زي ما بقابلنا في بعض الحلقات نشوف طاها القبر شرق الباك لشيخ حياتي وشرف والمجموعة جفاء لغالي صباح سرال السال في الأشباح ويحطاها الغروش القلبا حميز جفاء لغالي صباح سرال السال في الأشباح وقفز العيب والإجناح ببعضك يا مهيم سرال السال في الأشباح يرم منك السماح ومناخ وسوف جناح ألف جناح سرال السال في الأشباح ويحطاها الغروش القلبا حميز فالغ الإصباح سرال السال في الأشباح سيشوم نفحات الإصلاح وينقل من لدى الإطلاح سرال السال في الأشباح ويدراج اسمه في الصلاح أهالي أغياني الولاح سرال السال في الأشباح طاها لغبر شرق الباح أمين سير فالغ الإصباح بعد ماذا عن الإبراس بعد ماذا عن الإبراس أهالي أغياني الولاح سرال السال في الأشباح يا خامر للقلب واللوز يا خامر للقلب والرس وينسي العاش مع عشبه على سرال السال في الأشباح وعطاها لغبر شرق الباح أمين سير فالغ الإصباح أويغر العين والمهجا أويغر العين والمهجا لذكر صارق الأهجا سرال السال في الأشباح غويم الشرق والنهجا أويغغويم الشرق والنهجا تفيع الأمة في الوهجا وسرال السال في الأشباح الله لغبر شرق الباح أمين سير فالغ الإصباح أنار ملادك بس الكون أنار ملادك بس الكون وذول عنه كله لكون سرال ساريب الأشفاء فرب الخير قال له كون فلا نبليس وغور كون سرال ساريب الأجماء وحروم شرح البحر أتى مخدون نظيف من دم وقبل الأشياء نور أقدم سرال ساريب الأشفاء محاباً بين نصور مخدم محاباً بين نصور مخدم ونجيوش الضلال أحدم سرال ساريب الأشفاء محاباً بين نصور مخدم أمين سنفاء لغاية فلولام الوجود كاين فلولام الوجود كاين وإن ربي الكتب عاية سرال ساريب الأشفاء ترا فضل الرسول باين أمان الخايم والخايم سرال ساريب الأجماء وحروم شرح البحر رسول المسرم قرب أيوة يوسف نال به أرض سرال ساريب الأشفاء وإسماعي لغاز كربو وببراهيم فيا عرض سرال الساريب الأجماء وحروم شرق البحر يومين فاغت مداياه ورسل ما شاف عنياه سرال الساريب الأشفاء وحيد الفغر عنياه كفت في قدر رياه سرال الساريب الأجماء وحروم شرق البحر وحروم شرق البحر حل الأطباع كذل سان حل الأطباع كذل سان عظيماً خلق وبحسان سرال الساريب الأشفاء حيد أوصاب حسان حيد أوصاب حسان حيد دين قوس سان وحيد آل الساريب الأشفاء حل الأطباع اشتركوا في القناة 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 وعنده ابداعات لطيفة زي ذي بقية الرواة مثلا زي والسعد قالوا ساداتنا الغر الوجهه كالدر ساداتنا الغر العلم الذين استقى منه والذين سبقوه في مجال مدح رسول الله عليه وسلم مرات يرجعوا لكتب التفاسير محكي وقالوا ابن عادل في ذا والسعد محكي وقالوا ابن عادل في التفسير فاحالنا الى تفسير ابن عادل ابن عادل ذا معروف هو ابو حفص عمر ابن عبدالعزيز الحنبلي صاحب كتاب اللباب في علوم الكتاب تفسير اللباب في علوم الكتاب والدب شريعة برضو من المدحة العلمة انت دائما لما ترجع لتصنف الماذيحين في مدحة علماء هم كانوا ركيزة اعتمد عليها ما لم ينل حظا من العلم فناس والدب شريعة ناس والسعد ناس والتميم يصنفون في المدحة العلماء لذلك المدحة الذين عقبوهم أخذوا منهم مثل ما أخذ هؤلاء من الأصول القديمة الدب شريعة يقول البرزنجي في سرعة شباب وروا فأحالنا على المولد البرزنجي للشيخ جعفر بن حسن وهو من المولادة المشهورة وددقوني يا جميل الذات والفعال كنت ترف التوب والنعال المرغني عثمان فيك قال فاق عنقك جيد الغزال يبقى وددقوني ما عنه من المدحة العلمة لكن ركز على مولد السيد الختم ونقل عنه والفقرة مشهورة في مولد الإمام الختم في حديثه عن رسول الله عليه وسلم وصفة جيد الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصف بجيد الدمية وكان سالكا ما فيه ودج وهكذا وردت في المولد فاعتمدوا عليها ونقلوها إلى عندهم ودع عبد الملك يقول أخلاق النبي المرضية في كافة الكتب محكية أخلاق النبي المرضية في كافة الكتب محكية غير البردة والهمزية وأيضا ثم الباجورية فأشار الكتب عامة لكن خص أشياء تانية لأنه يا أخواننا البردة والهمزية صارت كتبا قائمة برأسها وقائمة بنفسها الناس شرحوها وشطروها ومشتغلوا على شغل كثير وناسنا يعني اعتمدوا على اعتماد كبير في استقاء الكثير من مفردات وعلوم السيرة البردة الإمام البصيري والهمزية له أيضا ثم الباجورية للشيخ إبراهيم الباجوري من علماء الأسهر المشاهير والباجورية هي في شرح جوهرة التوحيد الشريف يوسف يقول وألفت في ذلك موالدة وأمداحا على أثر نظام البركة العثمانية وأمليتها بالحب على جهلي بمعرفة العلوم على وجه الإتقان فأيضا اعتمد على الإمام الختم البرعي الكردفاني يقول قال مسلمي والترمذي لا قال مسلمي والترمذي جزم يوم رمى الخميس بالحصى إنهزم فذكر لنا مصدرين من مصادر السنة وهكذا يطول الأمر إلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر إن شاء الله تركوكم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة